موسيقى الظهيرة من الميادين وتتابعون فيها موسيقى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بعملية دهس شمال الخليل واستشهاد منفذ العملية الشعب التونسي هو شعب مقاوم يرفض التطبيع يرفض هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم بن سلمان تحركات في تونس والجزائر وموريتانيا ومصر رفضا لزيارة ولي العهد السعودي وأعلانه شخصا غير مرحب به فيها موسيقى الشرطة التركية تفتش منزل رجل أعمال سعودي في ولاية إلوى شمال غربي البلاد بحثا عن أشلاء خاشقجي موسيقى الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطاني المداني بالتجسس ولندن تشكر أبو ظبي لحلها القضية بسرعة موسيقى موسيقى تستدعى السفير الأوكراني وتطالب بحماية بعثتها ديبلوماسية في كيهاف واجتماعات طارئة لمجلس الأمن والنيتو موسيقى وفي النشرة أيضا مرحلة جديدة من دراسة أعماق المريخ تبدأ اليوم مع هبوط مسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر أهلا بكم استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى تنفيذه عملية دهس بالقرب من مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن جنود الاحتلال احتجزوا سيارة الإسعاف وبداخلها جثمان الشهيد فيما منعت سيارات إسعاف أخرى من الوصول إلى المكان وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على سائق بدعوى تنفيذه عملية دهس عند مفترق جوتش عسيون جنوب بيت لحم أدت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم إذن ناصر نريد منك تفاصيل هذه العملية إذا ما توافرت هذه التفاصيل وماذا حصل تحديدا في عملية الدهس التي شاهدنا بعض المشاهد قبل قليل من السيارة التي كان يستخدمها المنفذ الهجوم تحياتي يا عبد الرحمن رغم أن حماس باركت العملية إلا أن ذوي شهيد رمزي أبو يابس وشهود العيان يؤكدون أن الشهيد كان برفقته زوجته وكانت ابنته وعمرها عام في السيارة وبالتالي ما جرى هو أن قوات الاحتلال أعلنت أنها عملية لتبرر عملية الإعدام الميداني التي قامت بها من زاوية ثانية الأرض كانت مطر ومبلولة هناك ربما كان هناك صعوبة في السيارة يضاف إلى ذلك أنه طوال أيام السنة جنود الاحتلال ينتشرون على مدخل بلدة بيت تمر شمال الخليل ويندسون بين السيارات وبالتالي ما جرى هو عملية قتل بدم بارد لرئيس قسم التمريض في مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة هو نفسه الشهيد تم إطلاق النار عليه حتى إعدامه الفلسطينيون في مخيم الدهاشة بدأوا بإغلاق المحل في إضراب تجاري تمهيدا لاستعادة الجثمان ودفنه هناك حزن شديد جدا في محافظتي بيت لحم والخليل في الجنوب وغالبيت الفلسطينيين يؤكدون أن هذه عمليات إعدام ميدانية وأن كلما أرادت إسرائيل أن تبرر طريقة فتح النار على الفلسطينيين وقتلهم من دون أي محاكمة يسارعون للإعلان أنها شبهة عملية ثم عملية ولا يوجد من يدافع عن الشهيد لأن كل الكاميرات بيد الاحتلال وكل العينات والرصاص هو أيضا بحوزة الاحتلال شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم حدثتنا من بيت لحم جيش الاحتلال الإسرائيلي كان شن فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت 32 مقدسيا غالبيتهم من كوادر حركة فتح وفق ما ذكره رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين وقد ادعى جيش الاحتلال مصادرة أسلحة في يطا وبيت أمر في الخليل وسائل علام إسرائيلية ناشارت لأن حملة الاعتقالات جاءت نتيجة مشاركة المعتقلين في الفعاليات والنشاطات المناهضة للاحتلال اتهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة الأنظمة التي تطبع مع إسرائيل بأنها تطعن الشعب الفلسطيني في الظهر مشددا على أن لا عدو للأمة سوى العدو الإسرائيلي والأنظمة الداعمة له ماذا تريد هذه الأنظمة من العدو؟ ماذا يريد هؤلاء الذين يطعنون شعبنا من الخلف؟ ماذا يقول حكام بلاد الحرمين لترامب عندما يتباهى بالقول لولا السعودية لكانت إسرائيل في خطر كبير ماذا فعلت بليل لتتلقى هذا المديح؟ إنها أوسمة عار تعلق على صدورهم مقابل فلسطين ومقابل دمنا ودم أطفالنا ولعلم الجميع أن في فلسطين رجالا لا يديرهم من خذ لهم أنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مروحة علاقات إسرائيل مع الدول العربية والأفريقية تتسع وتتسع معها مروحة المصالح الإسرائيلية في تلك الدول في ظل حديث المراقبين عن استعداد إسرائيل لعقد تحالفات مع رؤساء فاسدين لتحقيق تلك المصالح منال إسماعيل إسرائيل عادت إلى أفريقيا وأفريقيا عادت إلى إسرائيل عبارة يكررها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو مع كل اختراق يسجله في العلاقات مع دولة أفريقية لا علاقات دبلوماسية لإسرائيل معها نتنياهو الذي أولى زيارة رئيس تشاد لإسرائيل أهمية كبيرة المحاء إلى اتصالات إضافية مع دول وسط القارة السمراء من دون أن ينسى الدول العربية أيضا تشاد دولة مهمة جدا في أفريقيا ولإسرائيل أيضا أتطلع إلى توسيع التعاون معها في كل المجالات بعد زيارتي لشرق أفريقيا وغربها أريد أن أزور وسطها وسيكون هناك أيضا المزيد من الزيارات لدول عربية قريبا الاهتمام بالقارة السمراء لم يغب يوما عن جدول أعمال إسرائيل التي تعمل حاليا على تركيز تعزيز علاقاتها ضمن حزام الدول التي تمتد من غينيا إلى السودان السودان هي الهدف التالي حيث تعمل طواقم إسرائيلية خاصة حاليا لإنشاء علاقات هي مع الدولة الإسلامية الإفريقية الكبرى هذه المقصود ليس جنوب السودان بل السودان التي لا تزال تعد دولة عدوة الهدف المحدد الذي وضعه نتنياهو هو تقصير مسارات الطيران من البرازيل إلى إسرائيل وفيما أوضح مراقبون أن الموضوع الأساسي في زيارة رئيس تشاد إلى إسرائيل هو السلاح والعلاقات الأمنية أشار آخرون إلى أن إسرائيل من أجل مصالحها تستأنف العلاقات حتى مع دول فسدة مثل تشاد تشاد تحتل مرتبة متدنية على مقياس الفساد العالمي لكن تشاد موجودة عند مفترق جيوسياسي استراتيجي بين السودان وليبيا ولديها قدرة على المساعدة في محاربة الإرهاب ومنع الهجرة شمالا وإسرائيل لديها الكثير لتفعله هناك إسرائيل التي توسع مروحة علاقاتها مع دول أفريقيا تفعل الشيء نفسه مع دول عربية وخليجية نتنياهو سيزور قريبا دولة عربية إسلامية أخرى سبق أن زارها في الماضي عدد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية معها وعلى وقع التباهي بالسرعة التي يسير فيها التطبيع مع إسرائيل أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي تلقيه دعوة رسمية لزيارة البحرين فيما كشف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عن لقاءات عديدة عقدها مع مسؤولين عرب لا تجمعهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبيل ساعة من الزيارة المرتقبة تشهد دول المغرب العربي سلسلة احتجاجات رفضا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوى وأحزاب ونقابات وشخصيات في تونس والجزائر وموريتانيا ومصر أجمعت على رفض الزيارة هذا ومن المتوقع أن يصل بن سلمان غدا إلى تونس ضمن جولة عربية شمالة الإمارات والبحرين وتقوده إلى تونس والجزائر وموريتانيا ومصر المحامون التونسيون نفذوا اعتصاما أمام دار القضاء في العاصمة رفضا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبلادهم بدوره رفض حزب العمال التونسي الزيارة داعين التونسيين إلى الخروج في تظاهرات دفاعا عن كرامة تونس ومبادئ ثورتها كما دعا الرئاسة والحكومة ومجلس النواب إلى احترام إرادة الشعب مؤكدا أن الزيارة ليست إلا مسعى لخروج بن سلمان من وضعية العزلة التي أصبح يعيشها هو ونظامه بعد جريمة قتل خاشقجي هذا وثبتت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لافتة ضخمة على مبانيها في العاصمة تونس لابن سلمان وكتب عليها لا لتدنيس أرض تونس الثورة وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي أقدم عليها عدد من النقابات والأحساب والشخصيات في دول المغرب العربي إضافة إلى مصر رفضا لزيارة بن سلمان لدولهم الشارع التونسي بدى رافضا بشدة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس الحراك اليوم في تونس يجسد مقاومة الشعب التونسي محامين مجتمع مدني أحزاب جمعيات اليوم يلخص أن الشعب التونسي هو شعب مقاوم يرفض التطبيع يرفض هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم بن سلمان المطبع بن سلمان المجرم في حق الشعب اليمني في حق الشعب السوري واليوم يتوجه نحو المغرب العربي وتونس والجزائر ونرى الرفض الشعبي في المغرب العربي وفي تونس بالتالي ما أنت زيارة متعورة هي مرفوضة رفضا مطلقا المشكلة هي مشكلة في الشعوب العربية والإسلامية كلها مع الترفض سوى في تونس والجزائر أو الغير المشكلة متعنى ومشكلة في الأنظمة متعنى ولي العهد هذا متهم بارتكاب جريمة شنيعة لم يشهد لها تاريخه مثيلا فبالتالي هو غير مرحب به في تونس التي انطلقت منها شرارة الثورة التي جعلتنا نتمتع اليوم في بلادنا بحد كبير من الديمقراطية لا أهلا ولا مرحبا بسلمان القاتل عدو الثورات ليس من المعقول أن تونس مهد الثورات العربية تستقبل عدو أول الثورات العربية وقاتل ومتورط في جريمة إنسانية لم يسبق لها مثيل بالنسبة لبن سلمان سوى رأي شخصي أو حتى أعتقد وأنه شاركني فيه الرأي العام وأنه إنسان مجرم قاتل الجريمة الأولى الساحل اللي ارتكبها عندها سنوات هو تصديه للثورة للثورات العربية حط يده بيد محمد بن زيد ونعرفه في المطلال المسار اللي مشاه فيه كثورة مضادة للثورات العربية أولا ثانيا تدخل متاعه في اليمن زاد معروف عنده تقريبا ثلاث سنين أنا أعتبر يقوم بحرب بالوكيلة النائبة في مجلس الشعب التونسي مباركة الإبراهمي قالت لقناة الميادين أن زيارة ولي العهد السعودي لتونس تأتي في إطار تبييض صورته في المنطقة نحن نعتقد أن زيارة محمد بن سلمان إلى تونس تأتي في إطار عملية تبييض يريد أن يبدأ بها عبر منطقتنا وربما هو يفكر أنه بهذه الطريقة وباختياره لهذه البلدان يختار الحلقة الأضعف ليبدأ بها عملية التبييض الإبراهمي أضافت أنها تمنت على رئيس الجمهورية أن ينهي فترة حكمه بمواقف تحسب له ولا تحسب عليه لافتتان إلى أن الشعب التونسي لا يقبل في أي حال من الأحوال أن يغسل ابن سلمان عاره وجرائمه في تونس إذا كانت صدرت من رئيس الجمهورية فهي دعوة مذلة للشعب التونسي ومذلة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وإذا كانت طلب الزيارة جاء من محمد بن سلمان فنحن لسنا نهرا نغسل الذنوب عليه أن يتوقف عن إبادة الشعب اليمني ومن تونس من شارع الحبيب بورجيبة ينضم إلينا مراسل الميادين عماد شتارة أهلا بك عماد إذن أنت الآن في شارع الحبيب بورجيبة من المنتظر أن يكون هناك تحرك على الأرض لو تعطينا تفاصيل هذا التحرك الذي سيجري بعد عند الخامسة على ما أعتقد في شارع الحبيب بورجيبة نعم عبد الرحمن أنا اخترت أن تكون هذه المداخلة من نفس المكان الذي سيكون فيه الاحتشاد الجماهيري اليوم من قبالة المسرح البلدي وسط العاصمة بعد ثلاث ساعات من الآن يفترض أن تجتمع حشود كبيرة مثل طيفا واسعا من المجتمع المدنيين من الأحزاب هنا لرفع الصوت لترديد عبارة لا أهلا ولا سهلا بمحمد بن سلمان بعد حوالي نصف ساعة من الآن هناك في نزل قريب من هنا ندوة صحوفية لتضامن مع الشعب اليمني ولفضح جرائم النظام السعودي والتحالف السعودي في اليمن الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب هذه الندوة ستتخللها شهادة هامة من بينها شهادة الموفد الأممي إلى اليمن السيد كمال الجندوبي العديد من المنظمات المجتمع المدني من الحقوقيين حتى الاتحاد العام التونسي للشغل هو طرف مشارك في هذه الندوة قبل ذلك تابعت معنا عبد الرحمن الندوة الهامة التي جرت بنقابة الصحفيين حيث كانت هناك العديد من شهادات الإيدانة لهذه الزيارة لتوقيتها ورسائل التي يرجو من خلالها ربما النظام السعودي أن يطوي صفحة يعني منكسة بالدماء بدماء اليمنيين بدماء الخشقجي وبالعديد من الضحايا ضحايا هذا النظام الجائر حاليا في هذا النزل أمامكم في خلفية الشاشة نزل الهناء تجري وقاع الندوة الصحفية يشارك فيها أكثر من 11 حزبا وجمعية ومنظمة لتسجيل نفس الموقف الرفض للزيارة هناك حراك كبير اليوم في تونس رفضا للزيارة على أكثر من مصار وأكثر من صعيد بدأ برفع دعوة قضائية صباح اليوم في المحاكم وتواصل عبر مؤتمرات صحفية ليختتم في هذه الساحة بوقفة احتجاجية نأمل أن تكون حاشدة وأن تؤدي الرسالة ولعلها تكون الوقفة التي تثني بن سلمان عن أن يختار تونس كوجهة في جولته الخارجية شكرا جزيلا لك مراسل ميدين عماد الشتارة حدثتنا مباشرة من شارع الحبيب بورغيبة في تونس وفي الجزائر قال المجاهد الجزائري الأخضر بورقعة إن هناك توجها لجمع توقيع مليون جزائري ضد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد بورقعة قال إن القبول بزيارة بن سلمان يعني سكوت عن تدنيسه دم نحو مليون ونصف مليون شهيد وكل المغرب العربي داعينا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى عدم استقبال بن سلمان أولا أريد أن أوجه رسالة خاصة إلى الرئيس بوتفليقة وأقول له كلنا نعرف وأنت تعرف أيضا بأنك آخر واحد من جيل الثورة الجزائرية يحكم الجزائر وأقول له وأطلب وألح على طربي هذا لا تخذل الشعب الجزائري في هذه المرحلة الحاسمة والفاصلة بيننا وبين المتطبعين مدنسين الحرمين الشريفين وأقول له أيضا أن التطبيع أو مع الكيان الصيوني ومع المتطبعين لا يمر في الجزائر المنصق العام للجنة الوطنية الشعبية الجزائرية لدعم صمود سوريا ومحور المقاومة سعدان محفوظ شعيب قال في مقابلة مع الميادين لأن الجزائر دولة مستقلة بقراراتها ولن تؤثر عليها كل المحاولات السعودية مضيفا بشأن زيارة المقرارات لولي العهد السعودي إلى الجزائر أنه لا أهلا ولا سهلا به في الجزائر من من لا يعرف أن هذا الشخص الذي لا أتشرف بأن أذكر اسمه في هذا اللقاء الطيب وعلى هذه القناة المقاومة أيديه ملطخة بدماء الأطفال في اليمن يعني من منا في الجزائر وغير الجزائر من هو مقتنع بأن أسرة آل سعود يعني تقدم للأمة يعني الدعم والسند في قضية فلسطين هذا المجرم يفاوض الصهاينة على أن يعطي منطقة اسمها أبو ديس منطقة قاحلة جرداء ويسميها عاصمة لمن عاصمة؟ عاصمة لما تبقى من فلسطين التاريخية أبدا أبدا الشارع الجزائري في بداية الأحداث أو في بداية ما سمي بالربيع العربي غلط الكثيرون بسبب الهجم الإعلامي على سوريا وعلى محور المقاومة ولكن اليوم عارف الكثيرون بأن السعودية ومن يلف لفيفها مشروعها انهار في المنطقة مشروعها دمر أمام صخرة صمود محور المقاومة رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينار أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في ظل اختلاف كبير بين الجزائر والمملكة في قيادتها للحرب على اليمن وما جرته من ويلات على الشعب اليمنى بن قرينا أوضح كذلك ربض بلاده وصف الرياض حركات المقاومة بالرهابية كذلك قيادتها مع حلفائها لما يسمى صفقة القرن والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل التخلي عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رئيس حركة البناء الوطني الجزائري أكد كذلك أن التدخل السافر للسعودية في سوريا أسهم في تدميرها كما أسقطت دولة بليبيا وأشاع الفوضى فيها في موريتانيا أعلن حزب الرفاه رفضه زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى نواكشوت واعتبرها محاولة غير نزيهة لتنظيف أيدي مصبوغة بدم الأطفال والنساء العرب الحزب أدان بشدة ما وصفه بدور ابن سلمان في تغذية الحرب العدوانية على سوريا وفي حرب الإبادة الجماعية في اليمن ودوره المشؤوم في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وأشار الحزب إلى أنه على الرغم من الاختلاف الفكري مع الصحفي جمال خاشقجي إلا أنه يدين بكل قوة قتله بالطريقة الوحشية المخالفة لكل الأديان والأعراف على حد تعبير بيان الحزب كما أكد الحزب أنه يعتبر ابن سلمان شخصا غير مرحب به في موريتانيا وفي مصر رفضت الحركة المدنية الديمقراطية زيارة ابن سلمان للقاهرة وفي بيان تحت عنوان لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان ذكرت الحركة بأنه أحد مهندسين تزاع جزيرتين تيران وصنفير المصريتين من مصر مشيرة إلى أن زيارته هي محاولة لتجميل صورته المشوهة نتيجة جريمة قتل خاشقجي الحركة أضافت أن هذا الزائر المرفوض هو أحد السعين إلى تصفية القضية الفلسطينية ومن أكثر داعم الكيان الصهيوني فيما جريمته الأكبر هي حرب اليمن التي أصابت الشعب اليمني بأشد كارثة إنسانية في تاريخه وتعقيبا على زيارة المرتقبة لمحمد بن سلمان إلى مصر أصدرت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع بيانا تحت عنوان لا أهلا بصديق الصهاينة وقاتل شعب اليمن البيان وكد أن نظام آل سعود هو رأس المشروع الأمريكي الحالي لإقامة تكتل عربي رسمي فاقد للشرعية الشعبية يدعم إسرائيل ويطفي عليه شرعية بالتطبيع كما دانت اللجنة الحرب الإجرامية والفاشلة للزائر على الشعب اليمني المظلوم صاحب الحق وعلى مدنيه وأطفاله اللجنة جددت تأكيدها أن جزيرتي تيران وصنفير أراضي مصرية بحكم متطلبات الأمن القومي المصري وبحكم التاريخ والجغرافيا رغم تنازل السلطات المصرية عنها لآل سعود ومن القاهرة ينضم إلينا نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام خالد داود أهلا بك أستاذ خالد إذن بعد تونس والجزائر وموريتانيا بدأنا نسمع أصوات مصرية رافضة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هل ستتصاعد هذه الأصوات والأسباب اليوم في مصر لرفض هذه الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي نعم بالتأكيد هناك غضب شعبي متصاعد يرافض لزيارة ولي العهد السعودي لمصر مع الوضع في اعتبار طبعا أن العلاقات على المستوى الرسمي قوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعائلة المالكة في السعودية ولكن على الرغم من ذلك رأينا سلسلة من البيانات التي تصدر سواء عن الأحزاب المعارضة في المصر المنضوية تحت رواء الحركة المدنية الديمقراطية أو لجنة ملاهضة التطبيع كما أشارتم وكذلك صدر بيان آخر من ميزين عن مائة صحفي يرفض زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر في محاولة واضحة لتبييد سمعته بعد ما لحق بها من ضرر كبير في عقاب حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإصرار المملكة على إبعاده من هذا الأمر وأعتقد أن الكل سيتلقب التحركات في مختلف دول المنطقة ولا أعتقد أنه سبق على مدى تاريخ علاقات السعودية مع الدول العربية أن نرى مثل هذا الرفض الشعبي على الأقل لقيام المسؤول سعودي رفيع المستوى بزيارة الدول العربية سواء في تونس أو الجزائر أو موريتانيا أو لدينا هنا في مصر رغم كل ما يربط البلدين على المستوى الشعبي من علاقات وفقية أستاذ خالد في تونس بدأت هناك تحركات على الأرض خاصة أنه زيارة يوم غد اليوم هناك تحرك في شارع الحبيب بورجيبة في الجزائر أيضا تتصاعد الحملة هناك توقيع عريضة وتم توجيهها إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في مصر هل يمكن أن تتصاعد هذه التحركات وإذا كان ذلك ممكن إلى أي مدى إلى أين يمكن أن تصل هذه الاحتجاجات هل يمكن أن نرى تحركا في الشارع أم سيقتصر الموضوع على بيانات وعلى غضب على مواقع التواصل يعني هو مجرد زر البيانات زميل العزيز يعني هو في حد ذاته كان خطوة غير مسبوقة طبعا مع الوضع فأتبارا التحركات في الشارع في مصر أصبحت صعبة للغاية في ضغط تضييق الأمني القوي جدا على أي من مثل هذه التحركات ولكن على رغم من ذلك رأينا هذه التحركات الإيجابية على الأقل من قبل الصحفيين ومن قبل الناشطين السياسيين ومن قبل المجتمع المدني بشكل عام الرافض لهذه الزيارة بسبب أو في ظل كل الأسباب التي أشرنا لها في البيان خاصة بالحركة المدنية وبيان الصحفيين لأن أصلا الرأي العام في مصر كان موجه جد وليل عهد السعودي تحديدا بسبب دوره في التنازل عن الجزيرتي تيران وسنفير وهما جد لا يتجزن من الأراضي المصرية وأضيف إلى ذلك بالطبع التعاطف الشعبي المصري مع الشعب اليمني الشقيق فيما يتعرض له على مدى نحو ثلاثة أو أربع سنوات الآن منذ انطلاق الحرب التي تشرناها السعودية ضد الشعب اليمني بشكل رئيسي ونهاية بالطبع التصريحات التي كانت لفتة وأصادمة عن الرئيس الأمريكي ترامب التي قال فيها صراحة أنه لو لا دور ولي العهد السعودي لما كان هناك استمرار لحماية أمن إسرائيل وهذا بصراحة تشف ما كان يعرفه الجميع سرا ولكنه الآن أصبح علنا على لسان الرئيس الأمريكي ولذلك أنا أعتقد أن مثل هذه الأجواء المصاحبة لزيارة ولي العهد السعودي غير مسبوقة بصراحة في مصر خاصة في ذوء ما أشرت له من أن العلاقة على المستوى الرسمي تبقى قريبا للغاية نحن نرى جهود من سفارة المملكة العربية السعودية في مصر إلى ترويج لهذه الزيارة وأصبح هناك هاشتاج من قبل السفارة السعودية في مصر أهلا بك في بلدك الثاني ولكن على أرض الواقع لا أعتقد أن أطراف كثيرة في الشعب المصري وقطعات وساعة من الشعب المصري لم تكن لترغب في رؤية ولي العهد السعودي يزور مصر لأن مهمتنا ليس تبييد سمعاته بأي حال من الأحوال بل المهم هو التعبير عن المواقف العربية السابقة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمتضامنة مع الشعب اليمني والمتنسكة بمصري التيران وصرافية شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد داودنا برئيس تحرير الأهرام ويكلي حدثتنا عبر الهاتف من القاهرة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم بتغريدات رافضة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تونسا والجزائر وموريتانيا التفاصيل مع بيسانط الراف أهلا بكم روايدك لا يخد عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح روايدك ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجن الرياح مستعينا بغضب الشاعر التونسي أبو القاسم الشاب في قصيدته الأيها الظالم المستبد أطلق الناشط التونسي تغريدته الرافضة لزيارة بن سلمان تونس إذن استقبال مخيف بانتظار بن سلمان الاستعدادات الشعبية بدأت ولكن نتساءل كيف سيكون وقع هذه الصورة العملاقة التي علقت على طول مبنى نقابة الصحافيين التونسيين على ولي العهد السعودي وهل ستروقه؟ ولسيما أن الصورة ممهورة بختم واضح لا لتدنيس أرض تونس الثورة الناشطة ميريام إزريرة غردت من جهتها لم يحدث في التاريخ أن احتج شعب عربي على زيارة زعيم دولة عربية أخرى يحدث اليوم في تونس هل كان السعوديون يتوقعون أن يؤذيهم ولي عادهم بهذا الشكل وأن تتأثر سمعتهم بين الشعوب إلى هذا الحد؟ لا تدخل بلاد شنقيت فإنك رجيم وإن عليك اللعنة اليوم الدين بهذه التغريدة عبر أبو عبدالله عن سخطه من زيارة بن سلمان موريتانيا من جهته غرد الناشط مصطفى البابا ما حاجتنا لمن يقتل الصحافة بالمناشير ويتحرش بالمعتقالات في السجون أحرار الجزائر كأحرار تونس وموريتانيا لم يخفل الهمومة العربية الأخرى اليمن فلسطين والمقاومة الناشطة هبا غردت لأجل أطفال اليمن لا نريد قاتلا بوطننا كيف يمكن للجزائريين التعبير عن رفضهم زيارة بن سلمان أرض بلادهم فلنستمع معا إلى هذا الحر اكتب في ورقة بن سلمان مجرم لا تزور أرض الشهداء واتبع منها ألف ورميها حتى في الليل تقدر الناس تكتب في الجدران في الحيوط لا نريد القاتل بن سلمان بن سلمان القاتل يدنس أرض الشهداء وأن زيارة بن سلمان في هذه الظروف خاصة والعالم أجمع يشوفه كقاتل راه عار آخر الناشطة سلمان فنبت بصورة واحدة أبرز جرائم الثنائي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان معلقة زيارة نفس للجزائر أكبر عار في تاريخها سجل أسود من الأعمال الإرهابية والتطبيع مع الصهيونية والتآمر ضد المقاومة الفلسطينية لنخرج للشوارع وننطفد المقاومة خط أحمر قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن ارتفاع أصوات بين أوساط الشعوب الحرة ترفض قدوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلدانها هو تأكيد أن الشعوب قد ضاقت ذرعا بتصرفات داعش الكبرى وفق تعبيره وفي تغريدة على تويتر اعتبر عبد السلام أن الشعوب ضاقت ذرعا بتصرفات أمير داعش الكبرى الذي بات يلقب بالسفاح وبمجرم حرب وبجلاد اليمن وبمرتكب جريمة القنصلية وغيرها من الألقاب التي تنزع عن المملكة صفة الدولة وتكشفها وكرا للإجرام الدولي على حد تعبير عبد السلام في إطار البحث عن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قالت وسائل علام تركية أن الشرطة التركية بدأت اليوم تفتيشا في فيلا بمنطقة سامانلي شمال غربي البلاد وأشارت الوكالة التركية إلى أن جهات التحقيق تعتقد أن أشلاء خاشقجي تم دفنها هناك ونقلت وسائل علام تركية عن حاكم ولاية إلوى قوله أن الفيلا مملوكة لرجل أعمال سعودي يعتبر صديقا لولي العهد السعودي ويجري تفتيشها عن طريق طائرات من دون طيار والكلاب المدربة إلى جانب عناصر الدرك والشرطة في قرار مفاجئ أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقا حل جميع مؤسسات حزب جبات التحرير الوطني وهياكله وأهمها المكتب السياسي واللجنة المركزية وقد تم تكليف رئيس مجلس النواب معاذ بشارب رسميا بقيادة الحزب ذاهبين باش نديروا هيئة تنفيذية وسيحدد عدد أعضائها والإعنال عن تشكيلتها في الأيام القليلة القادمة قد يكون في ظرف هذا الأسبوع هذه الهيئة التنفيذية العمل تحسى ينطلي على القواعد النضالية إذن لم يبقى هناك دور لما يورب باللجنة المركزية هذه الهيئة التنفيذية التي ستكون بعد أيام إن شاء الله ستحل محل هذه الهيئات وستنزل إلى القواعد من أجل الوصول إلى التجليد الكامل والتحضير للمؤتمر وخلال مؤتمر صحفي أكد بشارب أن حزب جبهة التحرير الوطني لن يحيد عن خطه السياسي وسيدعم برنامج الرئيس متفليقة وقال إن قرار الترشحي لولاية خامسة صابق لأوانه أما الدعم للبرنامج أنت على الرئيس والاستمرارية أنت على الرئيس ليكون في علمك سيدي بأن الرئيس عنده برنامج ممتد إلى سنة 2030 ونحن سنسائر هذا البرنامج وسندعمه بكل ما أتد من قوة ولن نتدخر جهدا في الدفاع عن برنامج الرئيس الذي تراجب التحرير الوطني بأنه هو البرنامج الأصلح وهو البرنامج الذي سيوصل الجزائر بإذن الله إلى بر الأمان ماذا في خلفيات تعيين بوشارب رئيسا لهيئة تسيير الحزب الحاكم في الجزائر؟ دلوا لحظة ده الرجل الأربعيني يرأس هيئة تسيير الحزب الستيني العتيد في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني وبعد عثاراته التاريخية الأربع يعيش للمرة الأولى حل كل هيئاتها القيادية معاذ بوشارب رئيس البرلمان الحالي منذ نحو شهرين يرأس هيئة مسيرة لحزب جبهة التحرير بصفته مسؤولا مكلفا بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تأكيد صريح لانتهاء دور الأمين العام للحزب جمال ولد عباس يعيب العارفون بشأن الحزب والأروقة السياسية الجزائرية على بوشارب أنه لا يملك عضوية هيئتي المكتب السياسي واللجنة المركزية وأن القرار يتنافى مع النصوص والتشريعات الداخلية للحزب فهي تقضي بتعيين العضو الأكبر سنا لخلافة الأمين العام المستقيل وأيضا بأن تدعى اللجنة المركزية إلى الإنعقاد في دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد وهذا ما لم يحدث منذ إعلان استقالة جمال ولد عباس المفاجئة قبل أسبوعين القيادة الجديدة مكونة من ستة أعضاء كلهم من الجيل الثاني ليستبعد للمرة الأولى في تاريخ الحزب عناصر ما يعرف بالحرس القديم ممن يمثلون جيل الثورة التحريرية التخوف من حركات تصحيحية لرموز الشرعية الثورية حسمه ربما تصره عبد الرحمن بالعياط الإعلامي بأنه إذا أمر نبو تفليقة بأن نتعامل مع معاد بشارب فلا منع لدينا إقصاء الحرس القديم في الحزب قد يعكس الإعداد لمرحلة جديدة ولمراجعة السياسة وإيديولوجية الحزب وقد يمتد الأمر إلى رسم ملامح الرئيس الجديد والخلاص من سيناريو الولاية الخامسة التي أسقط حبلها أولد عباس من الكرسي باكرا وفق ما يرى المراقبون أصدرت الإمارات عفوا رئاسيا عن البريطاني المدان بالتجسس ماتيو هيدجز وقالت أنه سيغادر البلاد بعد استكمال الإجراءات القانونية وعرضت سلطات الإماراتية تسجيل فيديو يعترف فيه هيدجز بأنه عضو في المخابرات البريطانية وبأنه كان يتقصى عن العنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات وزير الخارجية البريطاني قال إن بلاده لا تتفق مع الاتهامات التي وجهت لهيدجز لكنها ممتنة للإمارات لحل القضية بسرعة يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يبحث خلاله التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا كما من المقررين يبحث سفراء دول حلف شمال الأطلسي مع نظيرهم الأوكراني التصعيد في مضيق غيرتش وبحر أزوف صار الحاف كييف والغرب قرر اختيار بحر أزوف كحلبة لنشاط استفزازي أوكراني يتسبب بسرعة في فضيحة دولية هذا ما أكدته الخارجية الروسية مضيحة أن أهدف هذا الاستفزاز واضحة وتتمثل في هز أوكرانيا عبر علان حالة التأهب وحشد المشاعر المعادية لروسيا في الغرب لتشديد العقوبات ضدها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرش كانت خطرة للغاية مؤكدا أن الاستفزاز الذي حصل تم بإذن الإدارة العليا في كييف لا يوجد شك في أن الاستفزاز الأوكراني تم برضا أو بأمر مباشر من القيادة العليا وعلى الأرجح فإنهم وضعوا في حسبانهم مكاسب إضافية يرغبون في تحصيلها من هذا الموقف أولا وقبل كل شيء أن تساند الولايات المتحدة وأوروبا كما هي الحال دائما من يقومون بهذه الاستفزازات الخارجية الروسية أعلنت كذلك أنها بصدد استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زخاروفا قالت أن سبب الاستدعاء هو تصرفات الجانب الأوكراني العدوانية والاستفزازية المقصودة زخاروفا طالبت السلطات الأوكرانية في كييف باتخاذ التدبير لحماية أمن البعثة الدبلوماسية الروسية فورا تجنبا للعواقب الوخيمة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني من جهته صوت لصالح أعلان حالة التأهب في البلاد لمدة ستين يوما الرئيس الأوكراني باترو بوروشينكو كان قد أعلن أن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف ستقوم بعمليات هجومية تنفيذ قانون الأحكام العرفية هو لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسط تزايد العدوان ووفقا للقانون الدولي يعتبر هذا اعتداء من قبل روسيا فرض الأحكام العرفية في البلاد لا يعني تعبئة فورية ولكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الإلزامية في المقام الأول ألمانيا دعت روسيا وأوكرانيا إلى عدم تصعيد الموقف المستشارة أنجلا ميركل اعتبرت عاقة روسيا الملاحة في بحر أزوف غير مقبولة بولندا وعلى لسان نائب وزير خارجيتها دعت الطرفين إلى التحلي بضبط النفس قائلة أنها تتوقع استعادة حرية الملاحة من قبل روسيا نقلت وكالة سبوتنك عن مصادر مطلعة في مدينة إدلب كشفها أن مسلحي هيئة تحرير الشام نشر قرابة خمسين صاروخا مزودا بالمواد الكيميائية السامة في جبهات عديدة في إدلب وذكرت المصادر أن الصواريخ جرى نشرها بعد أيام من تعديلها من قبل خبراء فرنسيين في أحد مقار هيئة تحرير الشام بالقرب من سجن إدلب المركزي حيث باتت هذه الصواريخ تحمل رؤوسا مزودة بمادة لكلور قال السيناتور الجمهوري الأمريكي مايك لين المعلومات الاستخبارية التي اطلع عليها تؤكد أن قتل خاشقجي تم بأمر من ولي العهد السعودي وفي مقابلة مع قناة NBC News الأمريكية أضاف لي أنه لا يتفق مع الرئيس دونالد ترامب في رفضه لتقييم وكالة الاستخبارات المركزية CIA بشأن القضية وبخصوص اليمن قال السيناتور الأمريكي أن الحرب غير قانونية وغير دستورية من وجهة نظري واشنطن أعادت السلطات الأمريكية فتح معبر رابط بين مدينة ساندييغو في كاليفورنيا ومدينة تيخوانا المكسيكية بعد ساعات على إغلاقه وكانت القوات الأمريكية قد أطلقت الغازات المسيلة للدموع ضد مهاجرين مكسيكيين حاولوا عبور سياج الفاصل مع المكسيك تقرير هبا محمود إنهم خمسمائة رفضوا الاستدارة والعودة أو الوقوف والانتظار لم يجدوا أمامهم خيارا إلا المضي قدما هروبا إلى الأمام من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور تجمع مصيرهم عند نقطة مدينة تيخوانا المكسيكية ونجح المئات في تجاوز الحاجز الأمريكي الأول قبل أن تلقى باتجاههم قنابل مسيلة للدموع فيما حلقت مروحيات أمريكية على علو منخفض قبل أن تعلن الوكالة الفدرالية للجماركي وحماية الحدود إغلاق الحدود أمام السيارات والمشات هناك ليعاد فتحها لاحقا ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد تراب تهديداته نشر ستة آلاف جنديين على الحدود مع المكسيك منع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية وهدد سابقا بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل كامل إذا خرجت الحالة عن السيطرة كما أنه وقع مرسوما يعطي الضوء الأخضر لعسكريه باستخدام الأسلحة الفتاكة ضد المهاجرين في الحالات الطارئة أما عند النقطة النظيرة لمدينة تخوانا المكسيكية هنا في ساني سيدرو الأمريكية تجمع أيضا مئات الأمريكيين الرافضين للسياسة تراب مع المهاجرين نحن هنا لدعم هؤلاء المهاجرين لهم كل الحق في البحث عن حياة أفضل إننا هنا لنقول بوضوح إنه مرحب بهم هنا أكبر مشاكلنا مع إدارة ترامب هي كيفية تعاملها مع هذه القضايا ومع الناس الفقراء نريد أن نقول للعالم إن الأشخاص من ذوي الشعر الأحمر والأشقر يهتمون بهذه القضايا لافتتي التي أحملها بيدي تقول لا تنسى تاريخنا نحن جميعا مهاجرون أما أكبر لافتات المرفوعة فقد كانت لا أحد غير شرعي في أرض مسروقة ولان إلى موجة الاقتصاد في الظاهرة مع الزميل عبدالله ظاهر مساء الخير عبدالله شكرا أهلا بكم أعلنت شركة متسوبيتشي موتورز عزل رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن من منصبه بعد توقيفه وإقالته من جانب حليفتها نيسان موتورز الأسبوع الماضي بسبب مزاعم بارتكابه مخالفات مالية وبالتهرب الضربي الشركة الثالثة في التحالف رينو رفضت إقالة غصن من إدارتها وذلك بعدما أظهرت التحقيقات الفرنسية أن الرئيس التنفيذية للتحالف بين متسوبيتشي رينو ونيسان لم يقم بعمليات تهرب ضربي تتعلق بمدخيله كما تدعي اليابان لليوم العاشر على التوالي استمرت التظاهرات العنيفة في مختلف أنحاء فرنسا يوم الأحد وقطع المتظاهرون الطرقات الرئيسة عبر إحراق الإطارات أو اعتراض السير بالشاحنات وكانت مواجهات عنيفة قد نشبت يوم السبت الماضي أسفرت عن 24 جريحا في تحرك مركزي كبير دعت له مجموعة السترات الصفراء رفضا لزيادة أسعار المحروقات وغلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ستكلف اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي لبركزة بريطانيا نحو 128 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030 وذلك بحسب دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ووافق قادة دول الاتحاد يوم الأحد على الاتفاق الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد بما في ذلك فتورة الانفصال والتي بلغت نحو 50 مليار دولار وحقوق المواطنين ودعم إرلندا الشمالية وهي طريقة لإبقاء الحدود الإرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة حلت شركة سي أم بي سي الحكومية الصينية رسميا محل شركة توتال فرنسية في مشروع بارس الجنوبي للغاز في إيران وأعلن وزير النفط الإيراني بيجين زنغاني أن الشركة الصينية باتت المطورة الرسمية للمرحلة الحادية عشرة من المشروع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات لكنها لم تبدأ العمل الفعلية بعد قالت وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات النفط من موانئ الجنوب إلى الخليج بلغ ثلاثة مليين وأربعمائة وثمانين ألف برميل من النفط كل يوم في تشرين الأول أكتوبر منخفضا بواقع ثمانين ألف برميل يوميا عن الشهر الأسبق تراجع الصادرات عبر موانئ الجنوب يتزامن مع تفعيل العمل بخطة لتبادل النفط مع إيران والتوصل إلى اتفاق مع أقليم كردستان العراقي لتوحيد التعريفة الجمركية على صادرات الأقليم النفطية شارك أوفدون سوريو في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسل أسكوى في بيروت يضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وبحث المجتمعون معايير السلامة المرورية على الطرق إضافة إلى أنماط النقل والصراع الدولي على شباكات النقل ولسيما السكاك الحديدية والنقل البحري بعد أنه انتهت الأزمة بلشنا بوضع استراتيجية للإقلاع بالمرحلة الحالية واستراتيجية للمرحلة القادمة للتنمية المستدامة بالمرحلة الحالية عم نحاول نزيد بحجوم النقل بالترانزيت ونرجع نسهل حركة انسيابية البضائع في الخبر الأخير ناقش مجلس الأعيان في الأردن المواد الخلافية في مشروع قانون ضريبة الدخل للعام الحالي المعاد من مجلس النواب وكان مجلس النواب الأردني قد أعاد القانون المعدل بعد رفض التعديلات المتعلقة بفرض ضريبة على المتجرة بالأسهم وعلى أرباح الحصص كما رفض النواب قرار الأعيان بخصوص رفع الضريبة المقطوعة على شركات التضامن إلى ألف دينار إضافة إلى نسبة المقاصة بين ضريبة الدخل وضريبة المثقفات هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة نشكر لكم حسن المتابعة الموعد تجدد عند الخامسة ونصف عصرا مع الاقتصادية عودة لك عبد الرحمن شكرا جزيلا لك عبد الله شكرا مرحلة جديدة من دراسة أعماق كوكب المريخ تبدأ اليوم مع هبوط المسبار الألي إنسايت على سطح الكوكب الأحمر زينة بطفايلي ما زال كوكب المريخ مسرحا أساسيا للأبحاث الفضائية لفهم أسراره لكن هذه الأبحاث ستدخل مرحلة جديدة مع هبوط المسبار إنسايت في أرض ترابية تتخللها الصخور على سطح الكوكب الأحمر مهمته ستكون سبر باطن هذا الكوكب فلدى ملامسته سطحه سينطلق بعد نحو ست دقائق ونصف بسرعة لن تزيد على ثمانية كيلومترات في الساعة عندها سيتوقف المسبار الذي أطلق من كاليفورنيا في أيار مايو الفائت ست عشرة دقيقة إلى أن يستقر الغبار حول موقع الهبوط قبل نشر ألواحه الشمسية الأسطوانية الشكل لتوليد الطاقة عندما ننظر إلى قشرة المريخ فهي تقدم لنا صورة لما كانت تبدو عليه قشرة الأرض قبل أكثر من أربعة ملايين عام أي قبل أن تصبح على ما هي عليه الآن ويعد هذا المسبار الأول من نوعه المتخصص في كشف أسرار ما تحت سطح كوكب المريخ وسيقضي أربعة وعشرين شهرا أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا في الحفر في أماق الكوكب واستخدام الفحص السزمي بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيفية تشكل كوكب المريخ وأصل الأرض وغيرهما من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية قبل أكثر من أربعة مليارات سنة نحن متحمسون جدا فكل ما عملناه هو لإنجاح هذا الحدث ولكي يسير كل شيء على ما يرام وبطريقة سالسة خبراء الفضاء يتوقعون رصد ما بين عشرة زلازل إلى مئة زلزال خلال فترة البعثة وهي مهمة معقدة لجمع بيانات تساعدهم في استنتاج عمق وكثافة الكوكب وتكوينه ومن أخبار الفضاء والكواكب إلى أخبار الرياضة والزميل محمد جراد إليك محمد شكرا نحمد الرحمن أهلا بكم باقترب الرجاء المغربي من العودة إلى الألقاب القرية بعد مشارف على التتويج بلقاب كأس الاتحاد الأفريقية نصر الأخضر اكتسح ضيفه فيتاكلا بالكونغولي بثلاثية في الدارة البيضاء في ذهاب الدوري النهائي بانتظار لقاء العياب يوم الأحد المحول فيه كنشاسا وضغط الفريق البيضوي بقوة منذ الدقائق الأولى للقاء وتعاقب على التسجيل للأهداف سفيان الرحيم في مناسبتين ومحمد بن حليب من تكلة جزاء واضطر الحكم إلى إقاف المباراة بسبب الدخان الكثيف الذي حجب الرؤية في ظل المفرقعات النارية التي أشعلها الجمهور الرجوي تأجيل حتى أشعار آخر هذا ما قرره اتحاد أمريكا الجنوبية بشأن إياب نهائي كوبا لبرتادورس بين قطبي العاصمة الأرجنتينية بوكا جينيورز وريفير بليت يأتي قرار كونميبول في أعقاب اعتداء مشجعي ريفير بليت على حافلة الفريق المنافس أثناء توجهها إلى ملعب موني مونتال ما أدى إلى أصابة بعض اللاعبين بجوح وكان نادي بوكا قد طالب بمعاقبة غريمه وتخسيره المباراة مستندا إلى بنود تنص عليها قوانين كرة القدم القرية وأشار التقاري الصحفي لأن الموعد الجديد سيكون بعد انتهاء عمل قمة العشرين أو يجري نقلها إلى خالج ونس عيرس بعد الخيبة الكبرى في مونديال برازيل لويس فليف بيسكولاري يعود إلى معانقة الألقاب بعدما قد بل مارس ليتوج بطلا للدور البرازيلي للمرة العاشرة في تاريخه قبل جولة من النهاية تغلب بل مارس على فاسكو داقاما بهدف من دون مقابل سجله ديفرسون سكولاري البالغ من العمر سبعين عاما كان قد تولى مسؤولية النادي الأقدر قبل أربعة أشهر بينما كان سابعا في الترتيب العام وفي عهد بطل العالم 2002 حقق الفريق 16 انتصار في 22 مباراة إشبيليا تصدر دوري الإسباني بدلا من برشلونة نادي الأندلسي حقق المطلوبة بفوزه على بلد الوليد بهدف مرحلة الثالثة عشرة من الدوري ويدين بفوزه لمهاجمه البرتغالي أندري تيلفا صاحب الهدف الوحيد فهذا الفوز والثالث لإشبيليا في مبارياته الأربع الأخيرة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة وهي أضعف غلة لمتصدر للليجة بعد 13 مرحلة منذ 17 موسمة وفي الدوري الإيطالي سيطرت عادل على قمة المرحلة الثالثة عشرة بين لاتسي وضيفه أيسي ميلان فعلى الملعب الأولمبي في العاصمة روما كان يتجه الروسنير إلى تحقيق الفوز بعدما تقدم قبل نحو ربع ساعة من نهاية اللقاء عبر فرانك كيتي وفي الثواني القاتلة من الوقت المحتسى بدلا من ضاء عدرك خواكين كوريا التعادل لأصحاب الأرض وفي البوندزليجة تابع بروسيا مونشنجلات بحروضه القوية وتمسك بالمركز الثاني بفوزه العريض على هانوفير بأربعة أهداف لواحد في المرحلة الثانية عشرة وهاجم هانوفير بوبيوود سجل أسرع هدف في البطول هذا الموسم بعد مرور 22 ثانية ورد أصحاب الأرض بأربعة أهداف على مدار الشوطين عبر هزار ومايكل لانجو والارس شتاندل ودانيس ديكريجة ويملك جلاد بخ ثاني أقوى هجوم في البطولة برصيد الثلاثين هدفا في سباقات الفورميلوان البريطاني لويساملتون المتوج بطلا للعالم وصل تعزيز أرقامه بعدما أحرز لقب سباق أبوظبي الختمي على حلبة مرسي أس وهذا الفوز والحادي عشر هذا الموسم لسائق مرسيدس التفوق على سائق فراري الألمني سباسيان فيتال بين محل ثالثا سائق ريدبول الهولندي مارت ماكس بيرشتابن وشهد السباق الإماراتي حادثا كبيرا في اللفة الأولى بين سيارتين سائق فريق هاسا الفرنسي رومانك رجون وسائق رينول ألمني نيكو حالكنبرغ في التنس استعد مبنى بلدية العاصمة الكرواتية زغرب للصقبال المنتخب المحلي احتفالا بتتويجه بطلا لكأس ديفيز للمرة الثانية في تاريخه على حساب نظيره الفرنسي سيتم استقبال المنتخب في وسط ميدان بانجلاسيتش ونجح الفريق الكرواتي الذي يضم سيليتش وبرنا كوريتش وإيفان دوديتش وماتي يافيتش وقائد زوليكو كارغانا في التغلب على الفرنسيين بإجمال ثلاث مواجهات لواحدة وحضرت رئيسة البلاد كوليندا جرابار كيتاروفيتش المباراة النهائية على ملعب بيار موري في مدينة ليلة الفرنسية حيث احتفلت مع اللاعبين بعد حصد لقب البطولة كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية نشكر لكم حسن المتابعة عودة لك عبد الرحمن مجدد شكرا لك محمد ومن الرياضة إلى العنوين إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بعملية دهس شمال الخليل واستشهاد منفذ العملية الشعب التونسي هو شعب مقاوم يرفض التطبيع يرفض هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم بن سلمان تحركات في تونس والجزائر وموريتانيا ومصر رفضا لزيارة ولي العهد السعودي وإعلانه شخصا غير مرحب به فيها الشرطة التركية تفتش منزل رجل أعمال سعودي في ولاية إيلوى شمال غربي البلاد بحثا عن أشلاء خاشقشي الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطاني المدان بالتجسس ولندن تشكر أبو ظبي لحلها القضية بسرعة موسكو تستدعي السفير الأوكراني وتطالب بحماية بعثتها الدبلوماسية في كياذ واجتماعات طارئة لمجلس الأمن والنيتو وكان في النشرة أيضا مرحلة جديدة من دراسة أعماق المريخ تبدأ اليوم مع هبوط مسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى